اعلنت وزارة الداخلية انه استكمالا لجهود الجهات الامنية المختصة في القبض على المحكمين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدالي انفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في قضية رقم 55 على 2015 تم القبض مساء اليوم السبت الموافقة 19 من اغسطس لعام 2017 على المحكم نهائيا عبد المحسن جمال حسين الشطي كويتي الجنسية الحكم الحبس 10 سنوات واوضحت الوزارة في بيان لها ان الاجهزة الامنية هي العين اليقظة الساهرة على امن الوطن وامان المواطنين